مرحباً أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لمولود برج الحوت منتصف الأول من شهر واحد يناير كانون الثاني 2022 قبل أن نبدأ يا أصدقائي أتمنى الاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى وأتمنى أنك تدوس على اللايك الآن بلاش تنسى من اللايك يا صديقي إن شاء الله رح تكون بداية سنة ممتازة جداً عليكم تكون الأمور إيجابية كلياتها والحظ يكون معكم على جميع الجهات طبعاً يا أصدقائي للتواصل على طريقة الواتس أب بتلاقوا رقم الواتس أب تحت أسفل الفيديو بسندوق الوصف ومراتاً أنا بكتبه في التعليقات أنا بعمل كل آخر شهر 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم بطريقة عشوائية المطلوب منك فقط تحت في التعليقات أكتب تاريخ ميلادك ومن أي دولة حضرتك سنبدأ بطول الكروت إن شاء الله رح تكون بداية سنة ممتازة جداً عليك بسم الله أنا عندي قناة ثانية أصدقائي مختصة بأمور الأبراج والفلك اللي بحب الأمور الفلكية رح تركي لكم الرابط تبحها كمان بسندوق الوصف أو بحطه كمان بالتعليقات إن شاء الله رح تكون بداية سنة رائعة جداً لأنك تستاهل كل الأمور الممتازة جداً تصير معك بإذن الله تعالى لأنك شخص رائع جداً محب للآخرين لا تحمل الحقد أو الضغين لأي أحد وهي صفات ما شاء الله عليك فيها ممتازة جداً يا صديقي يا برج الحوت سنبدأ في القراءة بإذن الله تعالى ونرى كيف الأحداث ستكون معك بداية السنة بإذن الله تعالى بسم الله تشعرون في قوة الحظ في قوة حظ ستكون ممتازة جداً عندكو على الصعيد المهني وخصوصاً بالأمور الورقية الناس اللي عندهم أمور ورقية مثل أمور بالمحكمة أو أشياء من هذا القبيل أو حتى ذكان تجار عقود مهنية الحظ كله بدعمكو بهاي الساحة يا أصدقائي هذا الموضوع أنت رح تشعر فيه داخلياً أنه فيه حظ بدعمك بس بده شوية إصرار وعدم استسلام منك يا صديقي يا برج الحوت وبإذن الله عز وجل رح تحقق كل الأهداف الذي تسمو إليها لكم يا أصدقائي هناك تراجع بالصحة رح تحدث بالصحة بآخر الحلقة إن شاء الله بس إنه فيه هسه موضوع الصحة لازم أحكي لكم عنه من ضروري جداً هناك تراجع عندك بالصحة الناس اللي بتحس حالها أنها تعبان زيادة عن اللزوم صحياً لا تتردد بالذهاب إلى الطبيب وأهم إشي تعمل في حوصات كاملة لجسمك لكي تطمن على حالك تستعيد قوتك وعافيتك لنكمل يا أصدقائي رح نرجع لموضوع الصحة زي ما حكيت لكم هناك شوية عندك تردد في القرارات وخصوصاً بالأمور المصيرية والعلاقات اللي أنت حاب تنهيها بس نفس الوقت عندك تردد يعني أنت تفكر بالموضوع أنك تنهي هذه العلاقة على سبيل المثال بس مش قادر أنك تنهيها فيه تردد عندك في القرار كبير جداً حاول أنك تخلص من هذا التردد لأنك أنت ما شاء الله عليك شخص دكي جداً ومحل البارع وقرارك يعني صعب أنه يكون خاطئ فلا تتردد في القرار الذي أنت بدك تأخذه بدون نكمل يا أصدقائي بدون القائمون على عملهم رح تكون قريب جداً من رؤسائك في العمل وتشعر أنهم دائماً يعني بيحاول أنهم يسألوك ويوكلوك بعض المهام إخلاف العمل المطلوب منك أنت هذا الموضوع رح يزعجك قليلاً رح تنزعج منه أنه أنت يعني عملي الله قايم فيه مش تتجيبولي كمان عمل إخلاف في العمل الذي أنا قائم عليه حاول قدر المستطاع أنك تقوم بهذه الأعمال اللي بيطلبوها منك الاستثنائية لأنك رح تدعم مركزك وفي ناس منكو كثير بإذن الله عز وجل رح يأخذوا منصب جديد وأنت تستحق أعلى المناصب بإذن الله تعالى احذر من زملائك في العمل بتطلع عليك بنظرة الغيرة والحسد وحاول قد ما تقدر أنك تخلص أمورك المهنية بشكل سريع جداً ولا تخلي أعمال متراكمة عشان لا تقعب فخ التكسير لأنه إثق تماماً إذا يعني شافوا عليك أي إشي أو تكسير مهني ما رح يترددوا بالحكي إذا رؤسائك في العمل أنه أنت شخص يعني مش جيد جداً بشغلك وهذا الحكي علماً ما في منه بس الدافع عندهم رح يكون الغيرة والحسد في مثل حلو بحكي كون صح بحتار عدوك فيك شو المقصود عندي بهذا المثل يا أصدقائي أنه أنت قوم بواجباتك المهنية عكمل وجه ولا تعطيهم أي اهتمام إذا اهتماماً ما رح يطلع بديهم أي حاجة تذكر لنكمل يا أصدقائي لنمش قائمون على عملهم بدوروا على فرصة عمل الأمور عندك ممتازة جداً وفي فرص كثير لمولود برج الحوت بإذن الله تعالى والحظ دعمك لكن هناك في طاقة سلبية عندك شوية يعني خليتك محبط وزي اللي فيه يأس أنك تبحث على عمل رح تركن على أحد الأصدقاء وأحد الأفراد العائلة أنهم يبحثوا لك على عمل أو أنه يساعدوك بهذا الموضوع بس إثق تماماً مش رح يكونوا زي لما أنت تبحث عن عمل لنفسك لأنه رح يحكوا لك رح نبعث لك وأشياء من هذا القبيل بس مش رح يكون يعني هذاك البحث أو أنه رح يسألوا بشكل جاد جداً وأشياء من هذا القبيل حاول قد ما تقدر أنت نفسك روح ودور على مهنة أسعى وبإذن الله عز وجل وح تلاقي أكثر من فرص وأكثر من فرصة ممتازة جداً لموليد برج الحوت وحاول قدر المستطاع أنك تأخذ المهنة اللي أنت بتحب أنك تعمل فيها لأنه إثق تماماً إذا أنك عملت بالمهنة التي أنت تحب أن تعمل فيها رح تنجح نجاح رائع جداً وتبلي بلاء حسن ورح تعلم ارتبتك بشكل سريع جداً هناك بعض النشاط تبعك تشعر في الملل في عندك ملل كبير جداً وخصوصاً من الناس المقربين من حولك وفي ناس منهم يكثرون الانتقاد بانتقدوك يعني على أدفه التفاصيل هذا الموضوع يخلى عندك فيه طاقة سلبية كبيرة جداً وخلاك زي تتقلل من ثقة نفسك علماً أنت ما شاء الله عليك يعني من أبرز صفاتك لثقة النفس العالي أنك تثق بحالك أنك قادر أنك تعمل أي شيء بدك إياه هذول الناس بنحاولك يكثرون من الانتقاد حاول قدر المستطاع أنك تتحدث معهم بشكل مباشر أنهم ما ينتقدوك قطعياً لأنه هذا الانتقاد يخليك أنه ما تثق بنفسك أو أنك تتراجع أو يشعرك ببعض يعني ما تكون نشيط جداً تكون في عندك زي أنه ما في عندك اندفاع إلى الأمام يعني أنت بتشوف على المثال فرصة أمامك بس ما رح تتحرك ساكن ما فيه اندفاع للتحرك السريع جداً واستغلال الفرص فضروري جداً أنك هذول الناس تمنحهم من انتقادك لكي تستعيد طقة النفس الكبير جداً الذي أنت تتحلى فيها لنكمل يا أصدقائي ونشوف شو مخبالكو بإذن الله تعالى بسم الله هناك شخص أنت بتعرفه من زمان هذا الشخص من الجنس الآخر يعني كان بيسمعني ذكر فهو أنثى وإذا كان بيسمعني أنثى فهو ذكر هذا الشخص حاب أنه يرجع يتواصل معك أنت العلاقة بينك وبينه انتهت وخد قرارك بهذا الموضوع أنه هذا الشخص يعني انقطعت علاقتك فيه قطعياً هذا الشخص يشعر في بعض الندم على انتهاء هذه العلاقة رح يرجع يتواصل معك كي يودي لك رسالة أو اتصال أو أشياء من هذا القبيل هذا الموضوع ما رح أعلق عليه كثير أنك هذا الشخص داكي جداً وبتعرف هذا الشخص كثير مليح وقادر أنك تأخذ القرار الصحيح بس خذ القرار عقلانياً وليس عاطفياً لأنك داخدته عاطفياً مية بالمية رح ترجع لهذا الشخص لأنه هذا الشخص يعني كان بالسابق من الناس المقربين إليك زي ما حكيت لك ما رح أعلق الكثير رح خلي هذا الموضوع إليك تأخذ قرارك فيه بإذن الله تعالى نكمل يا أصدقائي تتلقى الكثير من الدعاوي والمناسبات السعيدة هذا الموضوع رح يخليك تتعرف على ناس جدد الناس الجدد هدو رح تتحدث معهم بمواضيع شيقة تثير اهتمامك بس حاول قدر المستطاع لا تقدم على أي إشي جديد إنه في عندك أمور كثيرة ومسؤوليات وزائد كمان في عندك أمور معلقة أنت بعدك مش نسكرها في السابق فحاول أنك تنهي الأمور القديمة قبل أن تبدأ بأي عمل جديد يزداد عجاب الناس بك بخصوص الناس الجدد بحبهم يحكوا معك كثير بتطلعوا عليك بنظرة الإعجاب رح تملك الجاذبية كيف يعني جاذبية بتحس حالك قاعد بقاعدة وأنت قاعد بالقاعدة بتحس الكل أنه بتطلعوا عليك أنت هذا الموضوع ممكن أنه بزعجك هم لا هم بتطلعوا عليك نظرة الإعجاب وحابين أنهم يحكوا معك لأنك شخص رائع جدا ومتحدث بارع وكلامك لطيف جدا مستحيل يعني تحكي كلمة سيئة بحق حدا أو أشياء من هذا القبيل إلا إذا كنت يعني نقاصد هذا الموضوع أنه هذا الشخص أنت حاب أنك توجه له بعض الكلمات السيئات يعني بكون فيه هدف معين ببالك اتجاه هذا الشخص أما بشكل عام أنت شخص لطيف جدا وهذا الموضوع رح يكثر الناس من حولك ومحبينك رح يزدادوا الله يحميك من عيون الناس أنه ما شاء الله عليك مثل الوردة بالمفتحة لنكمل يا أصدقائي ونشوف شو مخبالكو بإذن الله تعالى بسم الله تشعرون في بعض الملل وحبين أنكم يعني تروحوا إلى رحلة ترفيهية تكسروا الرواتين اليوم يتبعكم هذه الفكرة جميلة جدا لكن يعني ما بتحب أنكم تروحوا لحالك إلى رحلة ترفيهية وأشياء من هذا القبيل بتحب أنكم تستحبوا معكم بعض الأصدقاء رح تقترح هذه الفكرة على بعض الأصدقاء من حولك المقربين جدا ورح تذهب إلى رحلة ترفيهية بإذن الله عز وجل هذا الموضوع ممتاز جدا رح يخليك تستعيد نشاطك والطاقة تعيتك الذي أنت متعود عليها واللي فقدتها بالآونة الأخيرة لنكمل يا أصدقائي ستتحدث أنت والأصدقاء تعونك بأمور كثيرة جدا سيقترح عليك أحد الأصدقاء عمل ما مشترك بينك وبينه الفكرة تعيه تجيد جدا رح تخليك تهتم بهذا الموضوع بس اللي مبين أنه معي أنت رح تهتم بالبداية وبعدين رح تلغي هذا الموضوع وما رح تكمل فيه قطعيا يعني رح تباشر فيه على عملي رح يظلوا يعني بس عبارة عن حكي بينك وبين الصديق المقرب إليك هذه فرصة العمل ممتازة جدا أنا من عندي مبيني فيها رزق مادي ممتاز جدا بس أنت نفسك بعدك متجاهز أو ما عندك يعني طاقة زيادة أنك يعني تحمل مسؤوليات أكثر من اللي عندك هو مزبوط كلامك المسؤوليات تزداد عليك وتتصاعد سي نصب اهتماماتك على ضبط أمورك المادية حاسس أنه في عندك مصاريف مادية يعني أكثر من الطبيعي ورح تنجح في ذلك رح تعمل يعني برنامج يومي لتخفض من نفقاتك والمصاريف اليومية هذا الموضوع رح يخلي فيه عندك مال زائد كل آخر شهر بإذن الله تعالى ستحصل على بعض المال على طريق تلحظ والصدفة رزق من رب العالمين الله يرزقك كمان وكمان تستاهل كل خير بإذن الله تعالى رح تقدم على موضوع حاب تشتري غالي الثمن الموضوع هذا يعني خاص إليك ممتلكات شخصية حاول قدر الإمكان إنك يعني لا تنفق كل المال اللي معك كل واحد حسب وضعه المادي يا أصدقائي إذا كان يعني وضعك المادي ما بيسمح لك أنك تشتري هذا الموضوع الذي يدور في بالك وهو غالي الثمن أجل الأيام القادمة وإن شاء الله رح يكون أمورك لسه أحسن وأحسن السنهاية جميلة جدا بإذن الله عز وجل عم وليد برج الحوت نكمل يا أصدقائي هناك أعمال خيرية ستكثر من الأعمال الخيرية هناك شخصين كبار بالعمر مش راح تقصر محهم لا ماديا ولا معنويا ولا بأي حاجة حابين أن ولا بأي حاجة بدهم مساعدة فيها راح تساعدهم مش راح تقصر محهم قطعيا راح يكثروا من الدعاوي إليك يدعو لك بالنجاح وأنك تحقق الأحلام الذي يتسبو إليها وإنت ما شاء الله عليك يعني أنت لحظ دعمك بس بيضل عليك زي ما حكيت لك موضوع أنك تردد لا تتردد بالقرارات التي تأخذها وثاني إشي الالتزام يعني إذنك يعني عملت خطة ناجحة جدا التزم فيها طبعا الأهم من الفكرة أو الخطة يا أصدقائي اللي هو التنفيذ بيجي أصعب بكثير من الخطة نفسها يا أصدقائي بتمنى لكم السعادة دائما من كل قلبي إن شاء الله بداية سنة راح تكون رائعة جدا عليكم لنكمل يا أصدقائي ونشوف شو مخبالك بإذن الله تعالى سينال التعب منك فيه تعب زائد بسبب كثرة المسؤوليات من حولك حاول قدر المستطاع إنك تخفف عن حالك مسؤوليات تستعين ببعض الأصدقاء لكي يساعدوك بهذا الموضوع وشراح يخيبوا ظنك فيهم فيه عندك أصدقاء مقربين جدا مخلصين إلك بمعنى الكلمة طبعا مش الجميع بس عندك صديقين ممتازين جدا وما بردوك خائب بأي إشي بدك إياه بتقدر تستعين فيهم ليساعدوك بأي أمر بدك إياه ومش راح يردو يردوك خائب باتجاههم لأنك ما شاء الله عليك بالسابق ما قصرت محهم قطعيا كنت بتعامل محهم بشكل جيد جدا ورائع وانت صاحب الأولى والحمد لله كمان إنه ثمر فيهم لأنه يا أصدقائي في ناس بتعامل محهم بشكل جيد جدا وما بتقصر محهم بشي وبتساعدهم بس بتلاحظ أنهم يعني ما بيقابلوا هذا الموضوع زي ما أنت قابلته طوال يتلاشى ولا كأنك عملت معهم أي حاجة مليحة بإذن الله تعالى وعلى كل حال أنت بتعمل مليح وبتزد في البحر دي نقمل يا أصدقائي ونشوف كيف الأمور ستكون معكم بإذن الله تعالى سنقرأ الآن عاطفياً للمتزوجون بسم الله إن شاء الله رح يكون الحظ ممتاز معك إلك ولشريك حياتك تتمنىك كل السعادة بإذن الله تعالى بسم الله إنك تضبط أعصابك ولا تخليه إنه يدفعك إلى الخلاف الكبير أو إنه لعول الصوت أو يصير زعل وأشياء من هذا القبيل حاول قد ما تقدر إنك يعني تقدر إنك تقنعه هو موليد برج الحوت من الأشخاص القادرين يقنعه أي أحد بالإشي اللي بدهم إياه بس طول ما هم متمالكين أعصابهم بس لأنك فقدت هذه القدرة إنك يعني كنت معصب مش رح تقدر تقنع الشخص اللي قدامك قطعياً ويعني الواحد لما يعصب مش من فراغ بكون اللي قباله وموجه له بعض الكلمات اللي خلته يطلع عن شعوره يدداياك ويعصب لنبين معي إنه رح يصير في خلاف بينك وبين الشريك لعدة أيام ما رح تحكم مع بعض قطعياً بس بإذن الله عز وجل يعني إنه ما فيه انفصال أو أشياء من هذا القبيل بس فيه زعل بينك وبين الشريك هذا الزعل رح يفتح المجال إنك أنت تراجع كل أمورك والشريك كمان يراجع كل أموره وسعيتك كل واحد فيه كنت ويعرف شو أغلاطه كانت بالأيام السابقة لنكمل يا أصدقائي هناك أحد الأشخاص ستدخل بينك وبين الشريك دائما بحاول إنه يعني يحكي للشريك عنك بطريقة غير لائقة إنك مقصر بأمور المسؤوليات المطلوبة منك وأشياء من هذا القبيل هذا الشخص أقرب للشريك إلك هذا الشخص حاول قدر المستطاع إنك تطلعه من حياتك بينك وبين الشريك لأنه هدفه إنه يدمر العلاقة بينك وبينه بسبب إنه نفسه أصلا يعني الأمور عنده العائلية والبيتية سيئة جدا فالطاقة السلبية هاي بنقولها إلك وقاعد هذا الشخص وبحكي بدون علم بالشيء حاول قدر المستطاع إنه هذا الشخص إمنعه من التدخل بأمورك العائلية قطعيا لأنه يعني بحملك المسؤوليات وشيء من هذا القبيل وبحط الحق عليك قاعد طبعا مش أمامك في الخلف أمام الشريك عشان هيك دائما الشريك بتلاحظ إنه دائما متصلب بالرأي ومفكر رأيه إنه الصح ورأيك إنه الغلط لأنه بلاقي الدعم من ناس مثل هذا الشخص بدعم رأيه وبيخلي ثقات النفس عنده إنها تزداد إنه رأيه صحيح بتمنى أنك تدع نصيحتي إنه هذا الشخص إنك تطلع من حياتكو وما تخليه تدخل قطعيا وتمنع الشريك إنه يتحدث مع هذا الشخص بأمور العائلية اللي بتخصك وبتخصه لنكمل يا أصدقائي ونشوف شو الأحداث كيف رح تكون معكم هناك تحديث ممتلكات في تحديث عندكم ممتلكات في المنزل بس حاول قدر المستطاع إنك يعني لا تخدم على إشي غالي الثمن الأمور الغالية الحظ مش معك فيها حاول قد ما تقدر إنه شغلة بسيطة تحديثات بسيطة جدا أو مقدور عليها بدون إنك تزيد على حالك مسؤوليات اخدم عليها أما إذا الأمور بتحس الأمر إنه يعني فيه نفقات كبيرة جدا لا تقدم عليها قطعيا لأن الحظ مش معك يا صديقي بهذا الموضوع هناك نشاط واضح عندك خصوصا مع أفراد العائلة ستكثر الجلوس معهم ورح تنظموا إلى طلعة لأحد الأقارب رح تكون سعيد جدا بهذه الطلعة لأنها رح تطلعك من الجو الزعل والنكد الذي حدث في بيتك بينك وبين عائلتك بالفترة الماضية إن شاء الله بتكون تعود لأمور المجارية بالفترة القادمة بينك وبين شريك حياتك بتمنى لكم السعادة دائما من كل قلبي سنقع الآن عاطفيا بسم الله للناس اللي عندهم شريك حياة مستقبلي كافي عن شريك حياة مستقبلي يا أصدقائي بكون عندك علاقة مع شخص معين ومتفقين بالزواج لإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل سنرى شو مخبالكو لإذن الله تعالى بتمنى لك حد سعيد إلى كل شريك حياتك استشعرون ببعض التغيير من شريك حياتك المستقبلي كيف يعني بعض التغيير بتحس إنه مش زي أول يتكلم معك كثيرا أو يبعث لك رسائل بتحس إنه في شوية بعد صار بينك وبينه هذا الموضوع يشعرك في بعض الغيرة وهذا الموضوع يعني حقك إنك تشعر فيه لأنك يعني مش معاودك هو إنه على طريقة العلاقة هاي هو معاودك دائما يتكلم معك ويحكي معك تتكلم بالكلمات الجميلة جدا والرائعة لكن يا صديقي التمس لأخيك عدرا يعني لا تخلي المخيلتك تذهب إلى بعيد أو إنك تحس إنه تراجع بهذه العلاقة أو أشياء من هذا القبيل أنا جيت لرأيي حاول إنك يعني تتكلم معه بشكل واضح وصريح وخصوص هذا الموضوع كيف يعني واضح وصريح يعني تكلم معه قلوا إنت ليش بالقاون الأخيرة تغير أسلوبك أو طريقة تعاملك معي وشوف الإجابة تعيته وعليها بتقدر تقيم وإنت شخص ممتاد جدا يعني بتقدر أنك أو بزدق بس اللي نبين معي هو بمر بظروف خاصة شوي بتخصه يعني هو نفسه منعيته أن يتحدث معك بشكل كبير جدا لنكمل يا أصدقائي هناك بعض الأشخاص من حولك يحاولون تخريب علاقتك بينك وبين الشريك المستقبلي هم من الأصدقاء المقربين جدا بحاولوا دايما يحسسوك أنه يعني الشخص هذا مش مناسب إليك وأنه هاي العلاقة راح تنول بالفشل هم بحكوا بدون علم بالشيء كيف يعني بدون علم بالشيء يا أصدقائي يعني بحكوا ولا بعرفوا إيشي بس إنهم قاعدين بحكوا بطريقة سلبية لا أكثر ولا أقل حاول قد ما تقدر أنك يعني لا تستمع لهذول الناس كثير لأنه قاعدين يعني بحطوا عندك أفكار سيئة جدا وسلبية ما بتصب بصالح بصالح الشريك المستقبلي لأنكم يا أصدقائي نرى كيف الأحداث رح تكون معكم بإذن الله تعالى بمنتصف شهر واحد يناير 2022 رح تكون في مقابلة بإذن الله تعالى بينك وبين الشيك حياتك المستقبلي رح تتبادل فيها الكلمات الرائعة جدا وتعود الأمور إلى مجاريها بإذن الله تعالى والشكك اللي كان يرودك بأول الشهر رح يتلاشى شوي شوي لما تتحدث معه رح تعرف أمور أنت ما كنت تعرفها بس حاول قدر مستطاع أنك لا تأخذ قرارات سريعة بالفترة يعني قبل ما تقابله أنك تأخذ قرارات سريعة بخصوص هذه العلاقة مثل الانفصال أو أشياء من هذا القبيل لنكم يا أصدقائي نشوش مخبالك بإذن الله تعالى سأقرأ الآن عاطفيا دلعازبون بسم الله لما عندهم لا أشريك حياة مستقبلي ولا أشريك حياة حالي وكمان للمنفصلون كان عندهم يعني بالسابق علاقة أو زواج ومفصلوا عن بعض إن شاء الله رح تكون الأمور ممتازة جدا معاكم مليئة بالسعادة والقادم إن شاء الله يكون أحسن هناك وجع كبير عاطفي يشعرك في بعض الأحيان عدم الثقة بالناس الآخرين من حولك بسبب خيبة الأمال التي تعرضت لها بالسابق هذا الموضوع يشعرك تكون حزين جدا خصوصا لما تكون قاعد لوحدك لما تكون قاعد لحالك تعيد إليك الأفكار القديمة والأمور كلياتها حاول قدر المستطاع إنك تطلع على أمورك المستقبلية وتركز على الأمور اللي بتدفع بمصالحك إلى الأمام أو اللي بتعلي من قيمتك وتطور من مواهبك لتبلغك وإنت ما شاء الله عليك عندك مواهب كثيرة كبيرة لنكمل يا أصدقائي ونشوف شو مخبالك بإذن الله تعالى هناك شخص تعرفه في السابق الجنس الآخر يعني كنت اللي كان بسمعني ذكر فهو أنثى وكان بسمعني أنثى فهو ذكر هذا الشخص رح يحاول أنه يرجع العلاقة زي ما كانت أول يعيد الأمور إلى مجاريها بس 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 هذا يحاول يحاول لأنه لأنه لا يأخذ فيه قرار وحاسس أنه لو تعيدي الأمور لمجاريها أنه ليس يستقيم ويرجع لأمور الصحيحة أو أنه يتعامل معك بشكل جاد جدا يأخذ العلاقة على محمل الجد لنكمل يا أصدقائي ممتاز جدا هناك معجب جديد هذا المعجب بمنتصف شهر واحد يناير كانون الثاني 2022 المعجب هذا رح ينعجب بشخصيتك كثير ويحاول أنه يتكلم معك ويحاول أنه يتعرف عليك بشكل سريع جدا بس أنت خيبة الآمال متعرض لها بالسابق مش قادر أنك يعني تفتح مجال لحب جديد أو أشياء من هذا القبيل لكن هذا الشخص أنا شايف إخلاقيات وممتاز جدا وصادق في حبه إلك بس أنت تعطيه فرصة وزائد كمان التجارب السابقة رح تخليك تعرف الغلط من الصح يعني في عندك أنت هسل هو إشي اسمه الحياة مدرسة وانت ما شاء الله عليك تعلمت كثير شغلات من هذه الحياة صورة تتميز الناس اللي ممتازين لصالحك والناس السيئين هذا الشخص يعني أعطيه فرصة وبعدين نخد قرار فيه أنك تستمر بهذه العلاقة أو تلغيها بعد ما تتعرف على هذا الشخص إن شاء الله رح يكون القادم أحسن أمورك إن شاء الله كلياتها ممتازة رح تكون وللأمام بإذن الله تعالى سنقرأ الآن عاطفيا عفوا دراسيا للناس اللي عندهم مواضيع دراسية بسم الله بمجال الدراسة وأشياء من هذا القبيل أو انتحانات خارجية إن شاء الله رح يكون الحظ ممتاز جدا معاكم بإذن الله تعالى بسم الله سنرى كيف الأحداث للناس اللي عندهم أمور دراسية أو امتحانات أو أشياء من هذا القبيل هناك تراجع في الأمور الدراسية عندك تراجع كبير جدا في أمر ما يشغل بالك يخليك بعيد عن الواجبات المطلوبة منك أو الامتحان الذي ستقدم إليه بالأيام القادمة حاول يجي وقت الدراسة المخصص للدراسة رح تنشغل بأمور أخرى تشغل بالك كثيرا حاول قدر المستطاع أنك تحدد أهدافك على الأمور الدراسية لأنك ممتاز جدا في أمور الدراسية كأنك تحفظ أو استعاب الأمور من حولك أو الاستعاب المادي الذي أنت تدرس عليها أو أشياء من هذا القبيل بس تفقر إلى الالتزام والتركيز إذا هذول الثنتين اتجاوزتهم بإذن الله عز وجل رح تحقق علامات ممتازة جدا ورائعة وكحفظ رح تكون عندك الأمور فيها شوية صعوبة بحفظ الأمور أو الواجبات المطلوبة منك لما تحس حالك تدرس على هذا الموضوع بس فاقد التركيز تركيزك مش معك بأمور أخرى تشغل بالك كثيرا هذا الموضوع رح يخليك أنه يعني تدرس أكثر من المرة على الموضوع تقدر أنك تحفظ إلا إذنك وحدت أفكارك على الموضوع اللي بتدرس عليه هذا الموضوع رح يخليك تتطور بشكل سريع جدا دراسيا وقادر أنك تخلص الأمور اللي كانت مكسورة عليك في السابق لأنه في واجبات كثيرة عليك متراكمة ويجب القيام بها وإنك تحفظها لكي تقدر أنك تحقق مستويات عالية جدا في مجال الدراسة وخصوصا الناس اللي رح يقدموا لأيام الجاي على امتحانات ببداية السنة بإذن الله تعالى أتمنى لك النجاح دائما بإذن الله تعالى لنكمل يا أصدفائي هناك تردد في القرارات في قرارات عندك يجب أنك تأخذ فيها بشكل جاد جدا بدون تردد لكي تقدر أنك تدفع بمصالحك إلى الأمام بإذن الله تعالى هناك ودوء أعصاب وسيطرة واضحة على الناس من حولك يعني على الناس من الأفراد العائلة أو الأصدقاء طلاحة دائما يطلبوا منك أنك تحكي معهم بأمور اللي تنصحهم وتدفع بمصالحهم إلى الأمام وما رح تبخل على أحد بأي نصيحة رح يكثروا من حولك هذول الناس اللي رح يطلبوا منك النصيحة بأمورهم الشخصية بس قبل ما تنصح الناس يا صديقي حاول أنك أنت نفسك أنصح نفسك كيف تدفع بمصالحك إلى الأمام أنت ما شاء الله عليك يعني تعرف الصح من الغلط بشكل جيد جدا بس بظل عليك عملية اللي هي التردد أنك لا تتردد بالقرار اللي أنت بتأخذه وتظلك مصر عليه بإذن الله تعالى لنكمل يا أصدقائي هناك بعض الأشخاص من حولك وهم شخصين من الأبراج الهوائية دائما بحاولوا أنهم يضيعوا وقتك ويخلوك تلتجئ إلى أمور ما بتدفع بمصالحك إلى الأمام مثل اللعب والهوايات والأمور الرفاهية بشكل عام يا أصدقائي هذول الأشخاص يعني مستواهم متدني جدا بأمور الدراسة والامتحانات وما بيحبوا أنك تتقدم عليهم قطعيا فهم حتى لما أنك تأخذ قرار أنه على المثال هذول الساعتين أو هذول الثلاثة الساعات عند الدراسة فيهن رح يحاولوا قدر المستطاع أنهم يلهوق على أمور أخرى لكي لا تركز على دراستك لكي ينزلوا مستواك وما يعلم مستواك عليهم حاول قدر المستطاع أنه بهذا الوقت أنك تغلق تلفونك وهو أفضل حل لأنك يعني أنت بالأمور الترفيهية أو أنه مع الأصدقاء بتضعف قليلا وما بتقدر تقولهم يعني ما بديش أو لأ أو أشياء من هذا القبيل فإغلق تلفونك وكون هو أفضل حل أنك تلتزم بهذا الوقت للدراسة بدون أي أمور تشغل بالك أخرى بتمنى أنك ترد على نصيحتي لكي تقدر أنك تدفع بمصالحك إلى الأمام دائما بإذن الله تعالى إن شاء الله أمورك القادمة رح تكون بالدراسة والانتحانات جيدة جدا لنكمل يا أصدقائي رح نطمن عليك صحيا بسم الله نشوف فضعك الصحي كيف رح يكون إن شاء الله رح يكون جيد جدا تمنى لك الصحة جيدة دائما من كل قلبي يا أصدقائي بسم الله للأسف الشديد هناك تراجع بالصحة وتفتقد نشاطك وحيويتك إذن أنت متعود عليهم الناس اللي من موليد برج الحوت بداية السنة 2022 شهر واحد يناير اللي بلاحظوا إنه في عندهم تعب أو إشي داخلي أو شعور ينوبهم بهذا المجال الصحي لا يترددوا إنهم يعمل فحوصات اللازمة ويأخذوا العلاج المطلوب لأنك ما شاء الله عليك أنت نوعيتك صديقي يا برج الحوت بتجابر على حالك كثيرا يعني أنت بتلاقيك تعبان بس بس بتضلك كأنت تحكي لا إن شاء الله هسا يعني بعد ساعة بصحصح أو أشياء من هذا القبيل بس يا صديقي اللي ما بتعالج بالثاقم إذا تعالج بروح أما إذا ما تعالج رح يثاقم ورح يزيد ما رح ينقص فلا تتردد بهذا الموضوع هناك تراجع في الغذاء الصحي عندك يعني مطلوب منك ثلاثة وجبات كل يوم ليفطور غدا عشاء أنت بش ملتزم فيهن قطعيا وفي أيام عليك بتمر تكتفي بوجبة وحدة هذا الموضوع خلى صحتك يعني تتراجع وطاقتك ما تكون يعني كبير جدا لتقدر أنك يعني تدفع بمصالحك إلى الأمام الناس المطلوبة منهم إرشادات صحية كيف يعني إرشادات صحية أصدقائي يعني إذا كان عندك يعني ضغط أو سكري أو أشياء من هذا القبيل الإرشادات الصحية يعني ممنوع أنك مثالك ضغط اتفاع في الضغط عندهم ممنوع يأكلوا ملح ملح الطعام أكثر من الطبيعي وزائد نفس الإشي اللي معهم كمان سكري وأشياء من هذا القبيل التزم بالإرشادات أنت مش ملتزم كمان قطعيا بالإرشادات الصحية لنكمل يا أصدقائي ونشوف كيف الأمور رح تكون معكم الأحداث الصحية إن شاء الله رح تكون بتمنى لكم الصحة جيدة دائما بس بالنهاية فتح عيونك عبارة ما تقدر تقوم من الجنبية أو من اتخذ اللي نايم عليه هذا السبب بخلي جسمك دائما محبط ومش مليء بالنشاط والحيوية لأنه لازم تستغل بالذات الشمس الصباح إنك يعني تشرب لك كاسة قهوة أو كاسة شاي في الصباح الباكر وجود يعني منطقة يعني مش داخل البيت خارج البيت فوق السطح الدار أو إذا في يعني أمام الدار منطقة زي حديقة أو أشياء من هذا القبيل تجلس فيها حوالي عشر دقائق هذا الموضوع ممتاز جدا بخليك إنه تتنشط تستعيد طاقتك أتمنى أنك ترد عليه بهذه النصيحة في ناس منكم كثير رح يحاولوا الذهاب إلى نادي رياضي هذه فكرة جيدة جدا وممتازة بس الوقت اللي عندك ما بسمح لك الذهاب إلى نادي رياضي هذا الموضوع يعني رح يخليك إنه رح تكون هذه فكرة فقط لغير غير تنفيذ يعني شح تقدر تنفذها عملي أنا بشوف أنك يعني تلتزم بالتمارين الصباحية اللي هي أول ما تصح من النوم كمان جيدة جدا وقادرة إنك يعني تستعيد اللي هي اللياقة تعيتك اللي أنت فاقدها منذ زمن هذه اللياقة وإن شاء الله غير تستعيدها بترد عن نصيحتي إنه بدون ذهاب إلى النادي لأنه مش رح يزبط معك هذا الموضوع إنك تلتزم بس بالتمارين الصباحية لنكمل يا أصدقائي هناك ميول قوي جدا إلى الأمور الدينية رح تكثر من قراءة القرآن الكريم ممتاز جدا والصلاة والأعمال الخيرية هذا الموضوع ممتاز جدا وحاول قدر المستطاع خصوصا أنت يعني ساجد أثناء صلاتك إنك تدعي بالأمور اللي أنت بتحلم فيها وحاب إنك تحققها وإن شاء الله دعواتك رح تكون مستجابة لأنه قلبك بيض لا تحمل الحقد أو الضغين لأي أحد في الدنيا ممتاز جدا يا أصدقائي حاول قدر المستطاع قبل النوم مهم جدا أنك تستمع للرقية الشرعية ممتاز جدا إلك إن شاء الله إذا بتستمع قبل النوم للرقية الشرعية رح تصحى بالصباح الباكر أنشط من المعتاد جربها هاي وبإذن الله عز وجل رح تلاحظ إنه ناجحة جدا وبلشت تصحب الصباح الباكر أنشط من ما أنت متعود دائما انتهت حلقتي لصديقي لبرج الحوت منتصف الأول من شهر واحد يناير كنون الثاني الفين واثنين وعشرين لا تنساني بالاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى ولا تنساني لللايك ترجمة نانسي قنقر